عرب واحد من الركائز الاساسية في نادي المؤولين العرب وفي كرة القدم في مصر بحالة وحد صاحب رؤية محترمة جدا ويشجع لساسمار في مجال كرة القدم طيب خلصنا من طاهر محمد طاهر واكد الكلام محمد بي عادل وانا بقول لك هيتطلب في يناير وعمد ان الحاسم مش هيقول لا وربما ينتقل في يناير اذا تمسك النادي الاهلي واذا هو ما كانش عنده بداء الاخرى اللي طاهر محمد طاهر طيب من اللعبة التانية اللي النادي الاهلي خلاص علي غزال للأسف شيء جدا انهى كل معاه كل حاجة محمد فاطل لكن البعض بيقول ايه بقى ملقوش في الورد عيب حد بلعب منتخب مصر قالك عندنا في الناشئين احسن منه فقطر الكلام في النادي الاهلي والرطراتة في النادي الاهلي وان كل واحد بيحاول يطلع لقطة الفاطسة في اي حد مش جاء عن طريقه هو ده اللي ازى النادي الاهلي في الانتقالات الصيفية بجانب بعض الامور الاخرى فعلي غزال موافق على التوكيل النادي الاهلي فورا وهينه علاقته بنادي بنكوفر ويرتد الفانيلا الحمراء في يناير كل الملفات دي مستنية وصول الكابتن محمود الخطيب وربما يكون سيد عب حافظ بينهي بعض الملفات في بقى لعيب تاني النادي الاهلي خلاص رجعوا وهو كابتن صالح جمعة كابتن صالح جمعة هو الوحيد اللي يعود غياب عبدالله السعيد في النادي الاهلي هو الوحيد الذي يمكنه القيام بدور العقل المفكر في فرقة النادي الاهلي الان يتم شحز مكينة الهمم والعزيمة والاصرار والروح القتالية لدى الكابتن صالح جمعة من اجل العودة للنادي الاهلي والتركيز في الفترة القادمة وبالتالي لو رجع صالح جمعة اهم من اي حد تاني ييجي من برة بشرط ان هو يستمر يستمر في الاداء بتركيز والالتزام والانضباط داخل الملعب وخارجه فيه نجوم في النادي الاهلي راحوا احدى الاكاديميات بتاعت منهم الكابتن نشان محمد والكابتن عمر بركات فيه بعد هزيمة المقولين وده عمل قلق شوية على السوشيال صورهم معنا كابتن واليد الشناوي اعتقد وراح هشام بركات وعمر بركات هشام محمد وعمر بركات اللي افتح الاكاديمية انا شخصيا شايف اني لعيبة بالجامل زميلها بس التوقيت نخل الجمهور غضبان وزعلان نخل الجمهور غضبان وزعلان غضبان وزعلان وبالتالي ده امر حق للعيبة انها الجامل صديق من اصدقائها لكن في نفس الوقت المسألة يعني ايه الجمهور يعني زعلان قوي من الفكرة دي طالما احنا في اخبار النادي الاهلي في النهاردة والايام الماضية المحترم كابتن محسن صالح المدير الفني السابق لمنتخب مصر وواحد من اهم نجوم النادي الاهلي في السبعينات وواحد من اهم خبراء التحليل كتب عدة تغريدات على صفحته على تويتر تغريدات بيتكلم فيها عن الكورة في النادي الاهلي هذا النجم يجب ان يستفيد منه كابتن محمود الخطيب في اي حاجة فنية داخل النادي الاهلي حتى الرؤية انه يرشح انه يعمل انه يسوي نجم كبير جدا ولا يجب ابدا ان تقتصر كرة القدم على بعض صغار كبار النجوم ابدا لازم اجيب ناس تبقى حواليا لازم الكابتن محمود الخطيب زي ما نجومه ولاد جيله سندوف الانتخابات كان فخور بدا لازم يلم من ناس دي حواليه لازم يسمع لها ويسمع لقراءها الفنية وفي الاخر هو اللي هيطلع يقول كابتن محمود الخطيب وهو صاحب القرار لكن علي ان هو يسمع خاصة من ولاد جيله اللي هو بينهم وبعض هيقول له رأيه بامانة لانه اول حاجة بيحبه وبيحب النادي الاهلي وعاوز اصطح المسيرة باصرع وقت ما كابتن محسن صالح كتب على صفحته بيقول روح تنبارح والله اهلي زايد كنت مكتائب زي اصغر مشجع واعدت الواحدة حزين على حال الفريق وعلى الخطيب ومجلسه ناس كتير سألون ايه اللي بيحصل ده وايه الحل مرضوط شافتي وقول لازم الفريق يدخل معسكر مغلق مغلق وده حل ان الفرقة تبقى في معسكر ويتم اعادة شحن البطاريات مرة اخرى الى ان يخرج من هزي الحالة والتكاب وعاميقة شوية ادعو لهم وفوز واحدة يخرجوا من الحالة دي ومباراة الغد بإذن الله امام بترو جيت اللاعبة مركزة واتوقع ان هم بكرة يخرجوا من هزي الحالة خاصة وان فيه يعني امور جديدة جدت بين اللاعبين وبعضهم البعض من اصرار على الخروج من هزي الحالة نطلع فاصل ونستقبل نجمنا الكبار الكابتن محمد عمر والكابتن دياء السيد وحوار عن كرة القدم والزمالك والاتحاد والاهلي وتحليل مباراة الاسبوع ومعانا حاجة كتير جدا اجلناها عشان نستنير بقرائهم في هزي الحالة